هل مشكلة يضيف أحدا على تطبيقك الخاص تويتر من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نقوم بالضغط على الضبط أو الإعدادات ثم نأتي إلى نافذة الضبط والإعدادات هنا نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم نأتي إلى التطبيقات نضغط عليها بعد ذلك سوف نأتي إلى نافذة تطبيقات نقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق التويتر ثم نضغط على تويتر هنا ثم نأتي إلى معلومات التطبيق نأتي إلى إيقاف إجبار نضغط عليه بعدها نقوم بالضغط على موافق ثم بعدها سوف نأتي إلى مكان التخزين نضغط عليه ثم نأتي إلى مسعى البيانات وبعدها نأتي إلى مسعى التخزين المؤقت ثم تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لتحديث التطبيق الخاص بك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتعطي رأيز اللايك والتعقى في فيديو آخر إن شاء الله